اشتركوا في القناة او ما يصطلحوا عليها ايضا بالفقاس المسوس الكيميات بسيطة كالعادة ولكم مضاعفتها اذا اردتم من اجل هذا الفقاس سنحتاج مبادية 350-400 جرام من الدقيق الابيض الممتاز نحتاج نصف كيس من خميرة الحلويات ما يعادل 4 جرام زوج بيداز 125 جرام من السكر الساقيل 125 جرام من الزبدة المدعبة نحتاج بالنسبة لفواكيل الجفاك يبقى اختياري ايضا تقريبا 20 جرام من الزبدة ايضا 30-40 جرام من اللوز اللي سبق لي ورقدته في جوج معلقات المزهر لدي الينسون او النافع معلقة مع مرش نقوله 20 جرام لدي 20 جرام من زنجلان وعندي زوج معالق صغار المزهر اذا نعود المقادير لدي 350-400 جرام من دقيق الابيض دقيق الحلويات نصف كيس من الخميرة الكيميوية ما يعادل 4 جرام زوج بيداز لدي 25 جرام من السكر السقيل لدي 25 مليلتر من الزبدة المدعبة لدي 20 جرام من الزبيب المجفف لدي 40 جرام من اللوز اللي سبق لي ورقدته في مالقة حتى الزوج المزهر لدي مالقة كبيرة للنفع او ما يوصلها لسميتي باللغة العربية الينسون لدي مالقة كبيرة 20 جرام من زنجلان وعندي جوج معالق صغار من ماء الزهر هذو هما المقادير وننزوه على بركة الله لطريقة التحضير القصرية ديالي على بركة الله ونوضع فيها كبداية البيض نزوج بيداز ديالي نتمنى الرؤية وزاوية الرؤية تكون واضحة عندكم في الفيديو نضيف قبزة من الملح كالعادة سوف نذكرها للمقادير ثم ادبوا لي تعرفين انها ستكون 150 جرام من السكر السقيل سبق لي ونخلصه كالعادة ثم سنبدأ نجمع البيض مع السكر بالشكل نستمر به الطريقة نجمع السكر مع البيض ثم سنبدأ نضيف الزبدة ستكون ماشي سخونة لكي لا تطيب البيض لذلك لدي 850 جرام الزبدة ودوبتها طبعا الزبدة تعجبني أنا في فقاسة للزيت لأنها ستجيبوا في واحدة نسمة واحدة طبقة رائعة ممكن تستعملوا اي نوع من الزبدة مؤساعدة عندكم أنا هنا مستعملوا المارغارين للحلويات كان نفضل أنني نستعمل المارغارين أفضل هكذا هكذا سنكمل جميع الخليطة الزبدة سنضيف جميع القطس الصغار الماء الزهر يجبوا واحدة طبقة رائعة في الفقاس إذا لدينا سنضيف الزبدة سنضيف الزبدة ثم نضيف الزبدة كبداية أو النافع ثم السنجل رائعة جداً نضيف من خارج المغرب فنقدمونه الفقاس كإشارة على المدينة أو الدولة المغربية فنزيد هنا الزبدة ثم نزيد اللوز الذي قطته في المظهر بالنسبة لل اللوز لا نقطع طريفات لكم كامل حرية كبداية سوف نقطع الفقاس فهو تقطع كل ثلاثة نضيف نسف كيس من الخميرة الكيموية ونبدأ نضيف بدقيق شيئاً من خمال البودن التي سنضيف في صفحة الفرن نقسم الزج لنقسم لجوش البودن ونضيف الحربول الذي سنضيف الفقاس كبير أو صغير فقاس كبير هنا فقاس في صفحة نضيف هذا فقاس لنضيف الفقاس تشكل هذا نحاول نصيب بعد معلقة الحليب نضيف لديها ملقه سلاقة حسرية داوبة لنضيف الأفضل بورقة ونضيف السطح الأفضل لنضيف 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 كل اللون يأتي الخرمشة يجب بطع لا سوف أدهن سوف أدهن سوف أدهن بعد 10 دقائق سوف أدهن لنضيف لنضيف هذا الشكل لنضيف لنضيف الأفضل أو غامق لنضيف 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 فاتح سوف أدهن لنضيف وضيف الزخرة على السطح و سوف تكون اختيار التي لا أحب منهم ممكن يستغنى عينهم ولكن هما يأتي المنظر وشكل رائع جدا هذا الشكل ثم هنا نحن أن نضيف طريقة بسيطة هيا هكا و نضيف لنضيف مصنف حسنا كيف لا ترى هذا هو الشكل الفقص من بعد مدى 45 دقيقة نجيب احد المنديل المطبخ الذي فزكته جيدا مصخون و عصرته و نلوي الفقص او بوده بهذا الشكل نلويه جيدا من جميع الجوانب سوف تخلهم هذا السيف هذا سوف تلويه بهذا السيف الذي فازق بحلقة و سوف نجعلهم هذا السيف الذي فازق بحالة الشكل المدى 3 تسوائ يجعلهم يبطل ليلة كاملة الذي يجعلهم يجعلهم الذي كان مزروب يمكن يجعلهم 6 تسوائ و الذي كان مزروب بزاف بحالي سوف نجعلهم 3 تسوائ لا تهرس لا تكسر شيئا يجري زيادة في الضمان يجربون اول مرة يمكن تجعلهم 6 تسوائ يجعلهم 3 تسوائ و سوف نجعلهم 3 تسوائ و سوف نجعلهم يجعلهم 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 ثم اخرجت الفقص من الفران و سوف نجعله ملويه في الزيف المدى 3 تسوائ أو 4 تسوائ يجعلهم يمكنكم يجعلهم 6 تسوائ إلى 10 تسوائ نبدأ نقطع نضع زوية الرؤية نتمنع سوف نأخذ موس يكون عادي لا يوجد نفس مجناب و سوف نضع مائلة نضعه بهذا الشكل و سوف نقطع بهذا الشكل من نسبة للعرض سوف نتحكم به كيف يجعله بهذا الشكل يجعله لا يوجد الشكل حبيبتي نبدأ نكمل معكم تقطعها لان سوف نقوم أكبر جزء أو أكبر فقص لا يوجد الشكل رائح جميل و رائح جدا سوف نستمر في تقطعها و سوف نقوم أخرى في حلقة عندما كنتم مزروبين يجعله ليلة كاملة لا يوجد مشكل و لا يغير في العمر لكي لا تكسر ولكن مع المقادر لا تكسر بطاة لا يوجد بطاة لا يوجد بطاة لا يوجد بطاة فقص سوف نقوم بطاة كيف يوجد هائل جدا سوف نستمر بطاة سوف نستمر سوف نقوم بطاة بطاة لكي لا تكسر و لا تساهم بطاة 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 صحيحة و كيف قلت لكم السمك يبقى على حساب الرغبة و على حساب الإخسيار الذي يريد في قصة مشبراء و كبيرة و الذي يريد في قصة صغيرة سوف نستمر بهذه الطريقة حتى نكمل باقي الفقص سوف نقوم بطاة رائع و جميل جدا كيف لا ترى سوف نقوم بطاة سوف نستمر على هذا الشكل حتى نكمل الفقص و سوف ندخل الفرن قبل لطاة لحتيت حمر و نخرجه باش نشوفه الشكل النهائي بس حورها هذا حبيباتي هو الشكل النهائي للفقص دينا فقص المسوس كيجي رائع جدا فقص البلدي المغربي من أروع ما يمكن تقديمه من أروع ما يمكن تقديمه الفقص المغربي التقليدي أو الفقص المسوس البلدي هو من أعرق الحلويات المغربية التي تقدم مرفوقة مع الشاي المغربي الأصيل في جميع المناسبات و حفلات الاستقبال والأعراس كذلك لا يخطاش الدار سهل اقتصادي 350 جرام من دقيق خرجتنا الكمية الوافرة كيفما تشوفوا معي و غادي ناخد واحدة باصلة اللي غنحط لكم فيه بعد الحبات باشتشوفوا الشكل كيفاش تيجي فهو تيجي راقي جدا كيفما كتشوفوا معي والخطوط الفوق كتجي رائع جدا نتمنى ان شاء الله ما راح يمون فيديو دياليومين للاعجب ديالكم و إلا أعجبكم ما تنسوش كالعادة ديروا لايك فضلا لأمرا تشاركوا معنا في القناة بالضغط على الزر مربع سابوني سابسكرايب اتفعلوا الجرس من أجل التوصل بجديد الوصفات ساعد وأسعد دائما بدقائكم و إلى فيديو لاحق بحول الله